فقر مجلس الوزراء توصيات محضر الإجدماع الرابع للجنة الأمر الديواني المعنية بتقييم المديرين العامين التي تتضمن نقل المديرين العامين المعينين أصالة ممن لم يحصلوا على تقييم إيجابي إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما التزاما من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل فقد أقر مجلس الوزراء توصيات محضر الإجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني 23059 المعنية بتقييم المديرين العامين أصالة التي تتضمن نقل المديرين العامين المعينين أصالة ممن لم يحصلوا على تقييم إيجابي إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما بحسب القرار التشريعي 880 لسنة 1988 وفي هذا الصدد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون البدلاء للمديرين العامين الذين أخفقوا في التقييم من الملاكات العاملة داخل الوزارة